الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم مجددا في قهوة جرنان الجرائد ووسائل الإعلام لا حديث لها غير الدستور قد يبدو الحديث عن الدستور وتعديلاته من رؤية المواطن البسيط يهم النخب أو السلطة السياسية أو الأحزاب فالمواطن البسيط قد لا يرى عكاسا مباشرا على حياته اليومية إذا كان نظام الحكم رئاسي أو شبه رئاسي ولا يرى تأثيرا على قدرته الشرائية إذا لم يكن أو كان الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية قد يكون هذا التفكير أبسط مواطن موجود في أقصى نقطة من الجزائر لكن الحقيقة غير هذه الدستور يمثل أسمى وثيقة في الدولة أسمى قانون في الدولة الذي من خلاله نستمد كل القوانين وبقدر مرونته فهو يسعى الجميع وبقدر سلطته فهو فوق الجميع ثقافة الدولة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن ودولة القانون التي يجب أن يلمسها كل مواطن تبدأ من هذه الوثيقة فبقدر قدسية الدستور بمعنى الوضعي تنتقل هذه القدسية نازليا من مؤسسات الدولة من احترام الدستور إلى احترام القانون إلى احترام التعليمات والأمريات إلى أبسط مواطن الذي يحترم إشارة المرور إذا قلنا أن الجزائر مرت بوضع صعب في العشرية السوداء ومخلفتها جعل البلد تعيش حالة استثناء كبرى في مؤسساتها في تشريحها وقوانينها اليوم في 2016 وبعد هذه التعديلات الأخيرة هل سنكون على موعد جديد مع مرحلة جديدة ننهي فيها جدل الدستور وجدل التغييرات والتشريعات بعيدا عن التعنت واختلاف الرؤى هل سيكون دستور عبدالعزيز بوتفليقة دستور الرئيس القادم ودستور الرئيس الذي يأتي بعده بعيدا عن أي تعنت أو حساسيات بالمختصر المفيد هل سننتهي يوما من حمى الدستير ودستور لكل رئيس ونؤسس لدستور جمهورية يشمل الجميع ويسع للجميع ضيفيا اليوم سيد نوردين بحبوح الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعي سيد بحبوح مرحبا بك معنا شكرا لقبولك داوت شكرا لإستضافة سيد بحبوح أردت أن أبدأ من جزئية قبل أن نخوض في تفاصيل ما جاء من تعديلات فيها الدستور هذه الجزئية أن النقاش الآن أي نقاش خاصة فيما يتعلق بالأمور التي تجيبها السلطة يمر على المعارضة شفنا في قانون المالية أن النقاش لم يذهب مباشرة للنخب مرة عبر المعارضة معانتها المعارضة لما تكلمت على المدى الستوستين حسر النقاش في المدى الستوستين معانتها اليوم سيد بحبوح بصراحة تشوف أن المعارضة اليوم عندها دور في هذا النقاش السياسي بصراحة سيد بحبوح اليوم المعارضة في الجزائر تطرح هذا النقاش مع أنها نخبوي ليصب في صالح الدولة حتى لما تكلموا وش راجعها من أسئلة تصب في هذا المجال أم أن المعارضة لا يهم هذا الشيء إطلاقا مهمها التوظيف السياسي عندها تبحث عن أي خلل أو أن خطأ أو أي هفوة لتوظفها في نقاشها السياسي شكرا في البداية نشكركم على الاستضافة ولكن أبدأ بما جيتم في الدخول التمهيلي أولا المعارضة هي تمثل نخبة وتمثل كتلة من الشعب الجزائري لذاها صالحيات وعندها في نفس الوقت ممثلين وعندها منتخبين وتطرح المشروع السياسي للشعب الجزائري والشعب الجزائري هو السيد اللي يأخذ في نهاية المعطاف يأخذ القرار عندما نتكلم ونقول في التدخل تعك تقول بأن هل ننتهي نهائيا من تعديل الدستور وندخل في بناء جمهورية للنقاش السياسي يكون متوحور أساسا حول المشاريع وحول التصورات للمواطنة أقول نعم معك صحيح ولكن هل في الجزائر انتهت بمشاكل نهائيا المهائيا هي بلورات الدستور نهائيا لحد الآن لم تتم والدليل في التدخل تعك ماذا قلت قلت بأن كل جاز روال بتعديل الدستور وجاز شادي بتعديل الدستور وجاز سيبوت في لقاء بتعديل الدستور هذا يدل بأن الدستور الجزائري لم يأتي من طرف المؤسس الحقيقي ألا هو الشعب الجزائري عندما الدستور يكون مفروض من طرف الشعب لأن الدستور كما قلت في تدخل تعك هو قانون أساسي هو قانون القوانين كل قوانين وقانون الأساسي المؤسس الحقيقي للدستور هو الشعب الجزائري أو من يمثله بصفة شرعية صح كان أمور جات بعدها من مطلب الشعب كان نقاش على الأمازيغية في 2002 تم التعديل فيما يخص الأمازيغية نعم نعم لماذا حتى تكون مطالب جاية بطريقة غير مقبولة طريقة من بعد ما سبع في بعض المحطات بعنف أو حتى بتصورات غير مقبولة لماذا لم يفتح نقاش حقيقي لبلورت بالدستور مبني أساسا على المنبع الأساسي هو السيد والشعب الجزائري هذه نقطة هامة لحد الآن لم نقوم هذه نقطة هامة لحد الآن اسمح لي السيد بحبول رئيس بوتفريقة هو اللي عدل الدستور رئيس منتخب منطرف الشعب لا لا دعنا نكمل لا نتكلم لك هذا كما خليتش نكمل تفضل المؤسس الحقيقي هو شعب بذل ضيف لهذا التعديلات المتكررة عدلنا الدستور نعطيك سؤال بسيط هل غدوة يعدل هذا الدستور ويعقب على البرلمان ما هي الفائدة للمواطن الجزائري وجيت بها نتف تدخل تعك هل مضعية المواطن الجزائري تتغير غدوة غدن غير صحيح لا لأن المشاكل تتغير الأمور لا عليش خلينا نقول لك وجهة نظر سؤال نحن تكلمه على المؤحته لكن أول سؤال يا سيد بحبول في كل الدول في كل الدول يأتي عليها حين من الضهر تنتهي من هذا النقاش سيد بحبول سامحني فقط هل في رأيك أمريكا اليوم مثلا يفتحوا جدل يقولوا نحن نديروا وما عندهم نظام رئاسي يقولوا شكو نيواتينا نظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا نظام شبه برلماني هل في فرنسا اليوم يناقشوا النظام شبه برلماني هل في أمريكا اليوم يناقشوا في الهوية مثلا يقولوا لا لا احنا هنود حمر لا لا استنجوا البريطانيين في فرنسا يناقشوا أمور ما عدت في الجزائر إلى متى حبيت نسألك يا سيد بحب احتراجه السياسي إلى متى نبقى ونحن من 1962 كنا طرحين نفس النقاشات كانت انحرافات وانحرافات متعددة من طرف السلطة كل سلطة كلها لا استثني عندما تكون عندك انحرافات ولم تسوي المشاكل بصفة نهائية تبقى المشاكل مطروحة دائما عندما نتكلم على نمط التسيير أو ما هو نوع التسيير في الجزائر ولا عندما نتكلم عن أمازيغية لماذا يدخل أمازيغية لم يتم في السنوات الماضية ياتي وقت بأن هذا المشكل يبقى مطروح دائما هذه نهاية نعطيك مطروح هذا يبقى مطروح إذن نقول بأن لحد الآن الجزائر لحد الجهل مع الأسف الشعديد التعديلات كلها اللي تمت تمت لمرحلة معينة حتى التعديل الآخير بماذا جاء التعديل الآخير جاء يعالج مرحلة حالية المرحلة هذه لأن هذا التعديل الآخير نتكلم عنه نحن نحن قل لي فقط لما نتكلم عن التعديل الآن تقول لي أنه كل الدستير جاءت لمرحلة الآن في 2016 عندكم الآن حق اختار المجلس الدستوري عندكم حتى تمثيل في البرلمان وحتى يعني قيم مالية معدها حسب التمثيل في البرلمان معنتها الآن كاين احتراف بالأمازيغية ما كايش لزيدي تاجر لنا بالأمازيغية الأمازيغية رأي لغة وطنية رسمية الآن انتقدوا العهدات رأي عهدتان فقط معتها أمام هذا الأمور تكلم لي بمنطق نتكلم بكل منطق ما هو منطق سلطة ومعارض منطق الرجل السياسي وراء الخال الآن على مستوى القانون المنطق الأول نبدأ كل منطق تكلمت على المعارضة لديها الحق أن تشارك وعند الحق حتى تقوم بواجبات داخل البرلمان أقول لك بأن هذه كانت موجودة سابقا ما عدا إختار المجلس الدستوري كانت موجودة كلها موجودة في القانون وأعطي لها غطاء دستوري الآن فقط عندما نتكلم بالبرلمان والنواب المعارضة لديهم الحق باش يديوا تكلفة عن النواب عندهم تكلفة عن النواب هذا في القانون الانتخابات في القانون العضوين انتخابات موجودة لا كانت تأسيس قدرة المعارضة في مراقبة عمل حكوم إنهاء عهد التجويل السياسي حتى في التجويل السياسي عندما تكلم على البند التجويل السياسي أو كان مناقض يعني واحد تناقض لي مش مقبول تماما تتكلم عن المدى ماذا تقول المدى المدى تقول بالحرف الوحد عندما نايم يغادر حزبه يفقد المكان التعوي منصبه كنايم هذا وهي يقول وفي الموقع بيقول عندما يطرد من حزبه يطرد من حزبه يبقى نايم حر أنا أعطيك واحد تصور بسيط جدا أنا نايم في البرلمان أمثلوا الحزب السياسي معين وأستقلوا بدون إعلان عن الاستقالاتها وأناس وأساندوا وأصوتوا على كل البرامج على كل القوانين التي لم يشف في صارحها وعندما نبقى في الحزب لا عليش سيد بحبوح فقط لا أعطيك هذا كثيرا قل لي فقط الآن من خلال هذا التعديل اللي أعلن عليه وزير الدولة مدير ديوان بالأمس أحمد أويحيا بصراحة يا سيد بحبوح الآن المعارضة رو عندها حق في الدستور ما عندها وش تحبه كثير من هكذا بصريح العبارة بصريح العبارة بصريح العبارة أشياء المفروض كانت تكون مكانتش في هذا التعديل كل أشياء أولا نحن قلنا بل الجزائر محتاجة لفتح النقاش وحوار حقيقي للخروج بما كنت أقول هو الخروج من هذه الأزمات المتعددة والنقاش ما يفيد حتى مواقع سيد بحبوح سيد بحبوح لا سمح لي هذا مشكل مع فتح خيقاش هذه الكلمة في الجزائر مش معناها كل مرة نفتحون هذا رئيس جمهورية دير دستور الناس لازم تحطرموا ما عندهوش حق بيدي الجزائر رئيس جمهورية دستور دستور قلت لك المؤسس هو الشعب الجزائري لا كان مادة في الدستور تخيل رئيس الجمهورية يعدل دستور كان مادة يعدل الدستور ولكن عندما الدستور هذا يعدل بهذه الطريقة ويعقب يجوز على مجلس حتى فاقد أو يعني مطعون في شرعية هذا غير مقبول الدليل المواطن الجزائي اليوم لا يحس بأنه معني بكل ما هو راه يوقع الآن المواطن الجزائي الشي اللي هموا اليوم هو مشاكل اليومية كيف يعني لا بصحنا ناقشه على مستوى النخط سيد بحرين ناقشه دستور عادي حبت الدستور يهتم به الجميع نحن كنا تدرج الدستور الدستور وثيقا بعد يقولي قوانين والأمريات هذه التنعكس على المواطن شئنا يوبين اليوم مشكل الجزائر هو مشكل تطبيق القوانين يا أخي مشكل مش مشكل في دستير أو يعادة بلورة دستير المشكل في الجزائر هو التطبيق القوانين كلها والخرق القوانين كلها مع الأسفة شديد في مرحلة معينة من هو اللي كان يحرق القانون حالينا حتى النقاش يكون منظم سيد بحبوح قلنا مثلا في 62 كانت عدنا أزمات وشفنا الـ 65 حدث الإنقلاب في 88 شفنا الوضع كيفاش صار بوتفريقة جاء في وضع صعيب في تاوتسعيد درنا ويقام درنا مصالحة معليش وش حاب نسقسيك سيد بحبوح أنه اليوم في 2016 هل جاء الوقت مثلا أنه الجزائر متوليش تتحدث كثير على هذا الأمور التأسيسية تصب في صلب تأسيس دولة معتها في كل مرة نفتحه نقاشات مين المفروض أنه انتهينا منها في 65 في 70 تخص تأسيس الدولة نظام الحكم نظام العهدات معتها هذا الأمور ما تخليناش نفونسيو بصراحة سيد بحبوح كل مرة نفتحه نقاش بنائي بنقاش أساسي يتعلق ببناء الدولة إلى ماتها في 2016 ما زلنا نريد لماذا أننا لحد الآن ما سويناش كل الأمور المطروحة على مستوى الموطن الجزائر طيب نفرح قولي ميفار نعطيك مثلا توازن في السلطة توازن في السلطة صلاحيات السلطة الحريات كل الحريات هل كل حريات الفرضية والجماعية مضمونة حريات شيء نسبي سيد بحبوح حريات عادي شيء نسبي حريات كل واحد كفاش يشوفها لا لا مش شيء نسبي الحريات مضمونة دستور هذا يضمن كل ما يضمنش لا ما تكلميش زيد توازن في السلطة عندما تكلمني تقولوا هناك هجال شيء جديد ما هو الجديد أنا لا أرى شيء جديد شيء الجديد الذي آت به الدستور هذا هو بعض الصلاحيات أعطيت للبرلمان أقولها بعض هو هذا هو الشيء الغريب هو العودة لدستور 96 فيما يخص عدد العهدات بإضافة كبيرة به يعني حتى أصبحت من الثوابت من نوجي مكا حتى واحد عنده الحق باش يرجع لك لماذا أنت في 2008 حلية العهدات قلت لي كلمة مهمة طيب لماذا معليش بسمحلي سيد بحبوح قلت لي كلمة قلت لي لماذا أنت لماذا أنت لماذا أنت عقلية تعنو تع الجزائرية سيد بحبوح لماذا أنت لماذا أنت تعدل وانا منعدلش ونعدل لماذا أنت سيد بحبوح نتكلمك في ثقافة الدولة لازم يجي رئيس يديرنا دستور وننهو إذا قلنا كل رئيس يديرنا دستور ما نقبلوش بعدها راح نستمرو هكذا إلى أبن إذا عاردنا إن الدستور يكون دستور نهائي تعرفت كلمتي قبيت على أمريكا دستين في العالم عندها 15-20 بند مش فيها 80 بند ولا 20 رك فهم هذه طبيعة الدول لا تقوذني دستور أمريكا فيها مجيشوية عندنا كلمت على الشعب الجزائري يشارك في بلورة القوانين ترى يعرف يأخذ مسؤولية سيد بحبوح نأخذ فاصل فقط ثم نعود مشاهدين يبقوا معنا نعود بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مجددا مشاهدين من التحق بين اللحظة نحن نناقش المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي جاء به بالأمس وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد ويحية سيد بحبوح خليني نقرأ لك بعض ما كتب في الصحف مثلا مساء قالت أحدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة العربية اللغة الرسمية للدولة والأمازيغية اللغة وطنية رسمية مجلس آلة للشباب مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجية ترقية التنصف بين الرجال والنساء وقت الجزائر والنهر قالت الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر شرطة لترشح للرئاسة تعزيز دور المعارضة في اتخاذ القرار استشارة الأغلبية البرنامانية لتعيين وزير الأول بصراحة سيد بحبوح ماذا نريد أكثر من هذا أنا والله نرجع قلت في البداية بأن هل تعديل الدستور يمثل اليوم أولوية الأولويات هذا يعني المبدأ الأساسي الذي انطلقت منه أنا شخصيا في التحليل التاعي أما فيما خص بعض البنود يعني شو نقول بلي ما فاكنش بنود يعني كيف هي هناك بنود يعني عندها جوبت مطالب الشعب الجزائر والله مطالب المعارضة بعد البنود ولكن تبقى غير كافية لماذا نتبقى عن كافية أنا بطبيعة حال أنا جد مصرور بأن اللغة الأمازيغية صبحت لغة رسمية وانتهى الجدال حول اللغة الأمازيغية هذا الشيء جميل ما نقول مش مجال ما نقولش بلي لازم نكون دائما إيجابيين عندما الإجابة ولكن أكرر بأن تعديل الدستور هو مش المشكلة الأساسي الآن في الدولة الجزائرية مشاكل اللي راهي مطروحة أمام المواطن هي متعددة وكثيرة وكثيرة جدا بدل من أن ندخل في حوار بيزنطي كما قلت وندخل في حوار ونقاش اللي ما عندوش أساس وما عندوش نتيجة للمواطن الجزائري أنا أفضل أن أدخل في نقاش حقيقي فيما يخص كل المشاكل المستقبلية اللي عايش الجزائر وخاصة وحنا في أعلى أفق أزمة اقتصادية خانقة هذا هو المشكلة لكن بصراحة جاوبني بصراحة سيد بحبوح جاوبك صراحة جماركم الآن في المعارضة نعم لو توصلوا للسلطة بصراحة تعدلوا الدستور ما لن نعدلوا الدستور يا رجل نحن عندنا أولويات نحن المطلب التعليم نعم نحن نجاوبك نحن قلني بصراحة نحن قلنا تم معارضة المعارضة وش تقول نفترض كين آليات الآن توصلوا للسلطة المعارضة وش تقول اليوم المعارضة وش تقول اليوم المعارضة تقول بأن الجزائر محتاجة لدولة المؤسسات هل هناك حتى دخل السلطة يعني كتعود عندها وعي سياسي حقيقي هل هناك من يقول بأن أراني ضد هذه المنطقة بناء دولة المؤسسات في الكلام بتاع كنت تقول بأن نتكلم على رؤساء الجمهورية بالأسماء أنا أفضل أن أتكلم على المؤسسات عندما تعود عندك مؤسسات قوية وعندك مؤسسات يعني شريعية على الصح لا أسمحي يا سيد خلنا نرجع كيف يكون هذه المؤسسات قوية وإحنا نكون خمس سنة سنة ندير التغيير والرئيس اللي يجيجي بالنظرة خلنا نكمل كيف تكون المؤسسات الشرعية وتكون بناء المؤسسات عندما ندير وإحنا علي قلنا بالأولا المؤسسات تبنى بانتخابات حرة ونزيهة وكيفيةها هو إنشاء هيئة دائمة مستقلة ليست تشرف على الانتخابات هي تنظم الانتخابات شوف الفرق يعني مطالب تاني مطالب واضحة ومطالب عقلينية مطالب بنية كيف يبنون المؤسسات إحنا مهمناش من هو رئيس الجمهورية وقلتها في مرارا واتكران هيا بنا نبني المؤسسات وبوت في اللقاء إذا أراد أن يبقى في السلطة عشرين سنة إحنا مع أننا حتى مانع معه ركشوف المشكلة وكيف نحضر طرحتنا طرحتنا واقعي طرحتنا مبني على واقعية لأننا كفانا كل سنة وإحنا عايشين في مرحلة انتقالية كل سنة ولحد الآن لم نتكفل كما ينبغي بمشاكل المواطن ودخلين كما قلتها أنت فيه نقاش في بعض الأحيان بيزنطي وهذا معارضة في بعض الأحيان تخوين وفي بعض الأحيان الشتم في بعض الأحيان مستوى يعني ما عنده حتى هذا طير ما عليش هذا هو الإشكال مقرح طير الآن الصحف وش تقول نطيلك مثال عنوان بتاع صحيفة الصحف كثير تقول لك أن الرئيس عبدالله عزيزي بوتفريق وضع المعارضة أمام الأمر الواقع ما عندها خلاص كنت تطلبوا بأمور تقريبا ما هي الأمور يا أخي نرجع المعارضة شوف نحن هكذا فضلت تكلمت وزيد ترجع لي قلت لك بأن المعارضة المطلب بالتاحة الأساسي هي أول وقبل كل شيء بناء دولة المؤسسات والمؤسسات تبنا ما عليش بناء دولة المؤسسات هذا العبارة مميعت في الجزائر ميش مميعت لا سمح لي مميعت أنه بتحو نقاش حول هذا المدعب كيفية واضحة كيفية رجوع للشعب يا رجل الشعب هو السيد يا أخي الشعب هو سخر القرار سمح لي فقط يا سيد بحب أنتم الآن في المعارضة رأكم مشروع سلطة صح من مشروع سلطة احنا أقصد مشروع توصله للسلطة هذا هو خلنا هذا ممكن تقولوا في السلطة هذا هو قصدي يا سيد بحب مميعت في الجزائر حابينت ولي عدنا ثقة في الدولة حتى ما لازم كل رأيس يجي بنظرية أنه نرجع كل شيء وفق نظرتي الخاصة أنه نعاود القوانين وفق رأيي وفق نظرتي وفق معتها نتقلوا مرحلة أنه الدستور الجزائري اللي وضعوا الآن بوتفليقة في 2016 خلاص هذا هو الدستور نمشي والأمور أخرى يا أخي يا أخي أكرر الدستور مش قرآن هل تكلم لك على التعديلات الجوهرية حتى أنا أعرف نقولك من ديروش تعديل في الدستور ما يشكل مرة نعادلهم لضب الرئاسي ونعادلهم لأهدات يا أخي يا أخي دائما نتكلم نحن أنا نقوله بالمشكلة التي تعالى في الجزائر كل الدستور اللي آتت هي دستور لتعالج مرحلة معينة ونعطيك الأدلة الدليل الأول هو يعني المرحلة الحالية الوزير الأول راح يمضي في الدكري إكزيكوتيف المرسيم التفيدية عدينة هذه في الدستور هل نضيفها هذه الناس بتعرفوها اليوم الوزير الأول هو اللي راح يشرف على يشرف على اجتماع الحكومة عدينة صبحت في الدستور الوزير أولا كنتبعها كنتبعها وشني هو جات لدسترة مرحلة معينة هذا نعطيك يعني باش نجوبك في نقطة بنقطة بنقطة نفس الشي فيما يخص صالح البرلمان لحد الآن النواب عندهم حق باش يديروا لجنة لجنة تحقيق ولكن بما أنه كان أغلبية كان صراع داخل البرلمان فقط كان قوانين كبيرة كان مواد كبيرة موجودة في القوانين إذن أنا قلت هذا الدستور آتى لدسترة الوضع الحالي وهذا هو الشيء اللي مش مقبول وأقول وأكرر بأن الدستور لا يمثل أولويات الأولويات الآن أولويات نحن مدابين نحن مقبولين على أزمة اقتصادية خانقة نحن لدينا مشاكل مواطن يعاني لدينا مشاكل اقتصادية مشاكل أمنية مشاكل اجتماعية كل هذه مشاكل خاصة بإنبعاد تدهور أسعار النفط ونزلنا نتكلم ونلهي ونفوصنا دايما تقولي سامحني قلت لي الدستور ما هو الآن أولوية أولوية الوضع الاقتصادي لما جاء قانون المالية هل افتحنا نقاش اقتصادي افتحنا نقاش حصرنا كل نقاش المادة الستوستين المعارضة قتلك رح يبيعوا البلاد تقول ليش ما تتنصلش من المعارضة أنا مسؤول على كلامي وعمري اتنصلت من المعارضة وعمري اتنصلت على مواقفي يريد يريد نقول تكلم على قانون المالية أنا نذكرك اليوم في البلاد ممكن في ستة شهر نجيب قانون المالية كمي ليصبح عادر عادر نقول لك ممكن أكد هذا 100% ممكن في ستة شهر نجيب وعندك لا تقول لي هاو اليوم وتصبح نقاش اخو أنا نقول هذا لماذا لأن عندما القوانين أو عند المشارع لم تبلور فيني حوار ونقاش حقيقي لماذا لأن ما هو الاختلاف بلادنا الاختلاف في الرؤية فقط أنت جزيلي ولا جزيلي ما عندك حق باش ودوة نحكم عليك أنت وطني وأنا غير وطني ولا العكس إذن هذا هو المشكلة المطروح حاليا وأفضل وأكرر بأن شكول المسؤول سيد بحبوح أنه ما كاش نقاش اقتصادي مثل ما تتفضل به انتا سيد بحبوح شكول المسؤول السلطة السلطة بطبيعة حال السلطة نحن رأنا ننادي دائما يا سلطة يا سلطة هيا بنا لماذا نقول لك هذا الشيء لأننا غدوة نحن نقول لنا في باخرة واحدة كون تغرق الباخرة واحد ميستك منا ننسوا هاش هذا الشيء نحن نوعيين هذا الشيء لماذا في هذه النقطة تحكي لي لما كنت وزير الفلاحة كانت هناك حادثة سيد بحبوح حادثة القمح وأنه بقى لكم يومين قمحها هذه صحيحة نعم نعم نحن عشنا لما نحبش نزكي نفسي ولا نقول لذلك قمنا بوجبنا فقط وكنا في أزمة اقتصادية خانقة وكنا في مشاكل تنعاني المداخل تلك الجزائر وكرر المداخل تلك الجزائر كانت بحوالي 11 مليار دولار ونسدد كميديونية 7 ملايين دولار وعشنا بربع ملايين دولار عشنا في إزمة اقتصادية خانقة إرهاب موجود عبر كل القطر الجزائري الأمور يعني المشكلة تعالى كيف إنقاذ الجزائر وعرفنا مرحلة ساعة الأقل جاوزنا هذه الأمور جاوزنا يا ريت يا ريت جاوزنا الجزائر كانت عندها قلت لك في مرحلة معينة الجزائر قال هاي ومين ثلاثة أيام قمح تتذكر يا أخي تعرفوا شنوان ما عندها ما كناش نرقدو ما كانش ما حبيتش نزكي نفسي وقمح جاكم من نيجيريا جاءنا جاءنا من بلدان أخرى يعني شوف كيف نتكلم عن أمور لماذا لأن الأزمة لكن الآن معليش سيد بحبوح أنا أتمنيت تتغفوا على بعض النقاشات السياسية ولا الصراعات السياسية خلينا نمشوا لهذه المرحلة يا ريت يا أخي يا ريت يا ريت بأن شوف يا كل صراحة يا ريت بأن الجزائر أنا أقول لك أنا نقولها ونكرها أنا أمنيتي أن الجزائر تنجح وأنا نخسر كشخص ما عنديش مشكلة أنا أمنيتي أن الجزائر تصبح مصدهرة وتصبح في القمة وأنا مفقود تماما ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة مع هذا الطرح المشكلة الآن لأنني أرى بأن بإمكانياتنا وبوسائل يعني عصرية وبوسائل وبنقاش وبحوار نقدر نتجاوز كل الخطراء الأخطار في هذا النقطة سيد بحبوح قولي فقط زيادات اللي جات في قانون المالية نعم عليش تم تأويلها زيادات اللي جات في قانون المالية قالوا مثلا ضربوا جيب المواطن وقالوا أنه محطة بعض المواد مثل مادة استوستين قالوا رح يبيعوا مؤسسات البلد معتها كل الآن كل العالم يعاني من هذا أزمة النفط سيد بحبوح وكل الدول حتى السعودية دارت ضريبة على الأراضي ورح تعراجع بعض الأسعار سيد بحبوح اليوم النقاش دائما يدخل في هذا الحيز معتها نقاش بين سلطة ومعارضة عمرنا ما قدمنا نقاش تا دولة معتها قال الوضع الاقتصادي صعيب لازم نلقاو حلول ما تطرحوش هذا النقاش سيد بحبوح لا حياة لي من تنادي قلنا نقوله أحذره وقلنا نقوله بأن الأزمة الاقتصادية آتية والأسعار البترول راه تنخفض عندما في الوقت المناسب في السلطة كانت تعطي خطاب سياسي غير مقبول تماما عندما تسمع انت في الخطاب السياسي من السلطة نعطيه إذراهم لا نسيج وروح الزوج بهم يا أخي وراها المنطق نحن رأنا كنا نتكلمون للمعاذب والله ببعض الأحيان نراكم تتهمونا والله أنا متهمين لا ما رجل تتهموا فيها لا سيدا لا سيدا لا سيدا نحن متهمين نحن متهمين بأمور غير مقبولة تماما نحن كنا دائما عرفنا لأن خاصة نحن نحن سيجيرنا ونعرفه عندما عنا نك 40 مليار دولار ما معنا مع 40 مليار دولار اليوم السلطة في حداتها تكلم بلي تقول 25 مليار دولار ذراه فقط نختم بهذا السؤال قول لي وش رأيك ممكن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بصراحة سيد أنا أقول لك الأزمة الاقتصادية رهي ما زالت على الأبواب يا أخي ما زالت على الأبواب رهي ما زالت ممكن تجاوزوها ممكن إذا فيها ذكاء ممكن ولكن تكون فيها تضحيات شكرا جزيلا لك سيد بحبوح مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدليا من قهو جرنان شكرا موصولي شكرا جزيلا لك